مرحبا بكم جميعا في هذا الدلس سنتعامل مع الأشكال الغرافيكية على الشريط العلوي في برنامج جوجل دروينج سترون أرقونة الشكل حيث تستطيعون اختيار عناصر بيانية وإضافتها إلى عملكم مروا على الخيارات وابحثوا عن الأشكال التي تعتقدون أنها تنقل رسالتكم وشعاركم بالشكل الأفضل وحددوا هذا الشكل أو عنصر التصميم واضيفوه إلى مستندكم وعدلوا الحجم إلى الحجم الذي تريدونه ولأريكم كيفية القيام بذلك فسأختار شكل القلب لكني لن أستخدمه في بطاقة الإلكترونية النهائية وبالضغط والتحريك للفأرة أستطيع أن أصنع شكل القلب لكن كما سبق إذا ضغطت مفتاح شفت فستبقى بعض العنصر نفسها في الحقيقة لا أود استخدام القلب بل أود استخدام مستطيل لذلك سأضيف واحداً الآن قد لا تبدو الألوان كما تريدها بالضبط لكننا سنهتم بذلك الأمر لاحقاً من المرجح أن يكون الشكل قد غطى النص وذلك ما لا تريده لتحريك الشكل إلى خلف النص قم بتحديد الشكل ثم اختر من القائمة المنسدلة ترتيب ثم تنظيم إعادة إلى الخلف وهذا سيجعل الشكل خلف كل شيء في المستند وإذا أردت أحضار الشكل إلى المقدمة فاختر ترتيب تنظيم أحضار إلى المقدمة الآن وقد أصبح لديك الشكل الذي تريده كذا كنت تعمل على القالب الذي أعدته لكم فستحتاجون أن تضعوا الشكل في المجال الذي وفرناه لكم أو في مكان آخر على البطاقة الإلكترونية ففي بطاقة الإلكترونية لا يزال عنوان التقرير الجزء الأكثر أهمية في التصميم لكني أريد أن أجعل طلب تحميل التقرير أكثر بروزاً لذلك سأستخدم المستطيل لصنع شريط ملوّاً وراء النص وذلك لجعله يبدو أكثر بروزاً أيضاً ما أود القيام به هو جعل البطاقة مرتبة والتأكد من أن هناك مسافة متساوية على جانبين النص حسناً تبدو البطاقة مرتبة فاللون والإطار الأسود ليس ما أريده لذلك سأريكم كيف تغيرونها بعض الشيء إضافة إلى استخدام الأشكال في بطاقتك الإلكترونية يمكنك استخدام الشروحات والصور ويمكنك القيام بذلك من خلال الذهاب إلى شريط الأدوات والنقر على أيقونة الصورة وسيسمح لك ذلك برفع صورة من حاسوبك أو من سواقة جوجل الآن سأضيف صورة لبطاقة الإلكترونية كما سأستخدم شروحاً من موقع Revolution Decoded وتقريره هناك بعض الشروحات الجميلة في هذا التقرير وأريد لبطاقة الإلكترونية أن يكون لها شكل وحس جمالي مماثل لتقريرنا لذلك فالطريقة لقيام بذلك هي استخدام الرسم التوضيحي الصغير الذي استخدمناه في التقرير ثم نسخه وألصقه على بطاقة الإلكترونية سأضعه هنا وأحذف صورة حجز المكان يمكنني تكبير وتصغير الصورة بسحب الزوايا تماماً مثل الصور الأخرى ترجمة نانسي قنقر لقد صنعنا هذا الرسم التوضيحي بأنفسنا في Small Media لكن إن كنت لا تشعر بالراحة إذا إنشاء رسوم توضيحية بنفسك فهناك موقع رائع يمكنك استخدامه ويدعى The Noun Project سأريكم كيف يبدو هذا الموقع ففيما يتعلق في المنظمات الدفاعية فإننا سنستخدم كثيراً من أيقونات The Noun Project في دوراتنا إذ لديهم أيقونات تمثل جميع المفاهيم الإنضمام إليه مجاني وتدفع 1.99 دولار فقط للأيقونة أو بإمكانك استخدامها مجانياً طالما أنك تتبع القواعد الصحيحة لنسبة الملكية إنها آدات رائعة الاستخدام إذ لم يكن لديك إمكانية وصول الرسم توضيحي حسناً هذه هي جميع العناصر الغرافيكية التي سأستخدمها في بطاقة الإلكترونية لذلك دعونا ننتقل إلى الدرس التالي